طعم بلشنا نحكي بالمحاضرة اللي فاتت على الادشن والسبستوشن ري اكشنز طعم وبلشنا نحكي عن اللي هو الادشن ري اكشنز للالكينز بداية حكينا لما بيكون في عندي اللي هو اي و بي عيب ري ايجنز عفار عن اي و بي وفي عندي اللي هو الكين عندي دابل بوند بتم اضافة الاي على واحدة من الكربونات وبتم اضافة بي على الكربون الثانية وبتحول عندي اللي هي الرابطة ثنائية لرابطة بحارية ولكن حكينا لازم ننتبه بشكل رئيسي على اللي هو شو الالكين اللي عندي وشو الري ايجنت اللي انا بدي اعمله اديشن إذا كان في عندي سيمتري إما بالالكين او السيمتري بالري ايجنت فبالتالي ما بتفرق عندي انا وين راح احط الاي او وين راح يكون مكان الاي اوو وين راح يكون مكان البي فبالتالي من لاحق هنا بهذا المثال في عندي اللي هو الالكين هذا الالكين فيهurday بمعنى أخر إذا انا움 بقسموا بن عندي double bont النصف الايمن بشبه النصف الايسر فبالتالي ما هتفرق إذا كان الأي مكانها موجود عن اليسار أو إذا كان موجود مكانها على اليمين وبدأنا نحكي على أمثلة على هذا النوع من الرياكشنز وحكينا بداية عن اللي هو الهالوجينز ويقصد بالهالوجينز أنه يكون عندي اللي هي الديهالوجينز زي الـ Cl2 زي الـ Br2 هذولا طبعا عندي سيمتري سواء كان بالالكين أو عندي سيمتري دري ايجنز وعندي الـ Cl2 وعندي الـ Cl على اليمين وصل على اليسار فبالتالي ما بيفرق عندي وين رح أضيف ذرات الـ Cl فبالتالي هنيجي هون على هاي الكربون اللي بتشكل الدبل بوند هنضيف الـ Cl هنرسم رابطة ونحط الـ Cl زي ما هو موجود عندي هون وعلى الكربون الثاني كذلك الأمر هنحط اللي هي الـ Cl الثانية ومنحول الدبل بوند دائما إلى الـ Single Bond هذا الاشي برضو حكينا بينطبق إذا كان في عندي Conjugated System فبالتالي منضيف بي آر بي آر وكذلك الأمر هون بي آر بي آر ومنلغي اللي هم الدبل بوند منحولهم لـ Single Bond بعدين جينا حكينا عن اللي هي الـ Hydration أو اللي هي إضافة الـ H2O هون بنفس الطريقة الـ H2O زي كنو موجود عندي Hydrogen وموجود عندي OH إذا كان في عندي الألكين في Symmetry فبالتالي ما بتفرق معي وين رح أضيف الـ Hydrogen ووين رح أضيف الـ Hydroxyl فضفنا الـ Hydrogen على سبيل المثال على هاي الكاربون بينما ضفنا الـ Hydroxyl على الكاربون الثانية فحولنا الألكين لـ Alkohol اللي هو بهاي الحالي عندي إيتانون وهذا النوع من الـ Reactions دائما بالزمني Acid اللي هو موجود عندي هنا H Plus كذلك الأمر هون في عندي اللي هو Symmetry اللي هو بيقسم الجزء لنصفين متشابهات أو متطابقات فعلى الـ Double Bond هون عندي الجزء الأعلى هو نفسه الجزء الأسفل فبالتالي نفس الأشي ما بيفرق مكان عندي وين أضيف الـ Hydrogen ووين أضيف اللي هي الـ Hydroxyl الـ Hydroxyl الـ Hydroxyl الـ اللي هو د significAT إذا كان فيه Symmetry مرة أخرى بالنسبة له الـ Alkohol فما بتفرق عندي وين رح أضيف الـ Hydrogen وين رح أضيف fir وجود جزء المتبقي من الـ Assis الان بدأنا نحكي عن لما يكون في عندي إمار الـ Reagement لم يأتي Beaufort وكذلك الأمر للألكين ما فيه Symmetry وهون راح نطبق اللي هي القاعدة اللي تعلمناها بالمحاضرة اللي فاتت اللي هي Markov's-Nikov's Rule حكينا إذا كان عندي Unsymmetric لازم دائما نطبق هاي القاعدة إذا كان في عندي الرياجنت فيه Symmetry زي الأمثلة هاي أو الألكين فيه Symmetry فبالتالي ما بيفرق عندي اللي هو المكان اللي هنضيف عليه الطرفين تعون الرياجنت بينما بين حالي هاي لم يكن عندي Unsymmetry أو Unsymmetric Reagent أو Unsymmetric Alkene فبالتالي لازم نفكر بالأماكن اللي بدنا نحط لهم الجزئين حكينا بالMarkov's-Nikov's Rule الماركov's-Nikov's Rule بتحكيلي إذا أنا بدي أضيف اللي هو الرياجنت اللي بتكون من شغلتين رئيسيات حكينا في عندي إشي بيكون عليه Partial Positive زي الهيدروجن في عندي إشي المتبقي بيكون عليه Partial Negative بهاي الحالة حكينا الماركov's-Nikov's Rule بتحكيلي إنه دائماً الإشي اللي عليه Partial Positive Charge اللي هو بهاي الحالة الهيدروجن بتم إضافته للكربون اللي عليها هيدروجينات أكثر فبالتالي هذا النوع من الرياجنت على سبيل المثال الرياجنت على البروبين مع الـH2O منلاحظ إنه تم إضافة الهيدروجن على الـCH2 الموجودة عنده هون فتحولت لـCH3 والجزء المتبقي اللي هو الـOH- تم إضافتها على هذه الكاربون هذه هي قاعدة اللي هي ماركov's-Nikov's Rule بينما الـReaction اللي بيصير بحيث إنه أضيف الـOH على الطرف بهاي الحالة هذا لا يحدث فإذا أجاني سؤال في الامتحان لازم يكون عندي الناتج اللي هو 2 بروبانول حسب القاعدة وليس 1 بروبانول فماركov's-Nikov's Rule بالمختصر دائماً بتحكي لي إني بأضيف الـH2 على ذرة الكاربون طبعاً دائماً نطلع على الدبل بوند على ذرة الكاربون عليها هيدروجين أكثر هنا في عندي هيدروجينة واحدة فقط هنا في عندي هيدروجينتين فبالتالي الـH2 ستنضاف على الـCH2 والـOH سيتم إضافتها على الـCH كذلك الأمر إذا كان مثلاً عندي بيجي أضيف HCl الـH2 على الـCH2 والـCl على اللي هي الأقل هيدروجين ومنحول الدبل بوند لا سنجل بوند زي ما هو واضح عندي هنا بالناتج إذا كنت مثلاً نفس الشي عندي Cyclic Alkene بدي أضيف HI الـHydrogen طبعاً بتطلع دائماً على الكاربونتين اللي بشكله الرابطة الثنائية عندي هاي الكاربونة عاملة أربع روابط فبالتالي ما في عليها أي هيدروجين هاي الكاربونة عاملة رابطين من هاي الجهة ومن هاي الجهة رابطة في ثلاثة فبتبقي لها هيدروجين فبالتالي هاي هي الـHydrogen اللي في عليها هاي الجهة أكثر فالـHydrogen منضيفها على هذا المكان والـIOD راح نضيفه هون زي ما بلاحظ هذا هو الناتج اللي راح يتشكل عندي والعكس إنه أبدل أخط الـI هون هذا ما بيتشكل بهذا الـHydrogen فهذه هي قاعدة ماركوفس نيكوفس ماركوفس نيكوفس رولي الآن راح نحكي عن الميكانيزم تام أو اللي هي الطريقة اللي بتشرح لي ليش دائماً الـHydrogen تام بيتم إضافته على الكربونة اللي فيها هاي الجهن أكثر وليس العكس قبل ما نبلش زي ما حكينا دائماً أنا لما بدي أضيف الـR-Agent أعمل Addition بتكون دائماً على الأغلب هذا الـR-Agent من جزئين بنعرف إنه مثلاً إذا كان عندي زي الـHCL بنعرف إنه الـC-L الإلكترونية التي تلعيتها أعلى من الـHydrogen فبالتالي بتكون سحب الإلكترونات لجهتها بشكل أكبر فبالتالي بيكون في عليها شحنة سالبة بينما الـHydrogen بتصير في عليها اللي هي Partial Positive Charge كذلك الأمر إذا بنحكي عن اللي هي OH والـH الـHydrogen بيكون عليها Partial Positive والـOH بيكون عليها Partial Negative الآن إذا بنيجي بنحكي عن الميكانيزم دائماً أي شيء بيكون في عليه Partial Positive أو Full Positive Charge هذا نسميه Electro File يعني بمعنى آخر شيء عنده نقص بالإلكترونات فهو بيحب الإلكترونات كلمة File يعني محب فهذا محب للإلكترونات نسميه Electro File وهو Electron Poor Reactance يعني عنده نقص بالإلكترونات فبالتالي بيدور على إلكترونات عكس الإلكتروفايل اللي هي Nucleophile والـNucleophile Electron Rich عنده بيكون إلكترونات بتكون دائماً شحنته إما سالبة أو عليه اللي هو Partial Negative Charge في الـ Organic Chemistry دائماً Nucleophile اللي هو بيدور على إشي شحنته موجبة بروح بيقوم بيهاجمه وبتفاعل بالآتي بالتالي معه فلما يكون في عندي إشي زي الـ H Plus الـ H Plus واضح إنه عليها اللي هي Positive Charge فهي عبارة عن Electro File الدبل بوند عبارة عن الـ Neucleophile لأنه في عندها إلكترونات زيادة في عندها رابطة ثنائية فبالتالي دائماً الدبل بوند بتروح بتهاجم هذا الإلكتروفايل فاللي بيصير إنه بتروح بتشكل الرابطة اللي هي بتكون رابطة ثنائية أو اللي هي الباي بوند بتروح بتشبك مع الـ Hydrogen زي ما هو موجود عندي بهذا المثال لما بتشبك منلاحظ إنه هاي الكربونة بعد ما راحة الدبل بوند صارت عاملة فقط ثلاث روابط أي شي بيكون عامل روابط أقل من الإشي اللي بيعملوا بيصير فيها عليه اللي هو Positive Charge وCarbon عليها Positive Charge هذا الإشي بنسميه Carbocatern ومهم جداً نحفظ هذا الاسم فالكاربوكتايون هي عبارة عن Carbon عليها شحنة موجبة عليها شحنة موجبة هذا مسميه Carbon Carbocatern الآن بعد ما يتشكل عندي هذا الكاربوكتايون هيكون في عندي نيوكلوفايل اللي هو الجزء الثاني من الـ Reagent زي لم أحكي HCl راح يضل عندي اللي هو C- برجع الـ C- بتهاجم اللي هي الكربونة اللي عليها Positive اللي هي الكاربوكتايون وبتشكل عندي رابطة رابطة جديدة فبالتالي هذا هو بيكون عندي الناتج اللي هو Addition Reaction الآن نيجي نحكي ليش بيروح عندي الـ Reaction ليش بتروح عندي الـ Hydrogen على اللي هي المكان اللي فيه Hydrogen أكثر وليش بتروح عندي اللي هي الـ OH- على المكان اللي فيه Hydrogen أخر زي ما حكينا احنا بالـ Reaction راح يتشكل فيه عندي اللي هو دائماً اللي هي حالة وسطية أو Transition State أو Intermediates اللي هي كاربوكتايون يعني كاربون عليها طبع هذا بتشكل بشكل لحظي بعدين بكمل الـ Reaction بمعنى آخر هذا صعب إنا نفصله كـ Product بالتالي أول ما بتشكل بيروح الـ Nuclefile بيهاجمه وبتشكل عندي النامج ولكن هذا الكاربوكتايون اللي بتشكل عندي خلال الـ Reaction يصنف إلى أربع أنواع رئيسية ألا وهو منسميه اللي هو تيرشري كاربوكتايون وبالتيرشري كاربوكتايون بيكون في عندي كربونة عليها ثلاث كربونات أخرى كربونة عليها ثلاث كربونات أخرى هذا منسميه تيرشري أو منسميه سكندري بيكون في عندي الكاربوكتايون اللي على الكربونة عليها باستة م Kamath شابكة مع كاربونة وعليها هيدروجين واحدة البرايميري بيكون heritage الكربوكتايون الس prefer Is شابكة مع كاربونة واحدة وعليها هيدروجينتين وآخر شي في عندي اللي هو المثل كاربوكتايون وهو عبارة عن كربونة رؤية فقط هايدروجين فالبرايميري بيكون هكتشري كاربوني واحدة السكندري بيكون شابك على كاربونتين والتيرشري بيكون شابك على ثلاث ثرات من الكاربون. الان القاعدة بتحكيلي انه التيرشري كاربوكتيون مور ستيبل هو اكثر استقرار من السكندري اي هو السكندري اكثر بكثير استقرار من البرايمري و اقلهما استقرار اللي هو المدري. الان نيجي نلاحظ بالرياكشن نحاول نتخيل كيف بتم هاد الرياكشن و نشوف شو الكاربوكتين اللي بتشكل عني. هكينا بالنسبة لتفاعل البروبين مع الهايدروكسل او مع ال H2O بتم بتم حكينا في عندي خيارين الخيار الاول اللي هو حسب قاعدة ماركوف سنيكوس و هكينا هذا هو اللي بتشكل والخيار الثاني اللي هو عكس ماركوف سنيكوس رول و هكينا هذا ما بينتج. تفسير هكا الاتي نبدأ بالرياكتنت عندي اللي هو البروبين عندي ال H2O و حكينا ال H عبارة عن اللي هي الالكتروفايل اللي هي عليها شحنة موجبة. فبالتالي بدأ تروح الدبل بوند اللي هي نيوكلوفايل تروح تهاجم هذه ال H بلس. الان إذا تهاجم عندي خيارين إما بدأت تشبك على هذه الكربوني رقم واحد أو بدأت تشبك على الكربوني رقم اثنين إذا شبكت على كربوني رقم واحد يعني صار في عندي هون CH3 و هاي صارت ناقصة رابطة فبالتالي حيتشكل عندي هذا الكاربوكتيون وهو عبارة عن سكندري كاربوكتيون لأنه في عندي الكربوني هاي شاركي على كربونتين و عليها هيدروجينية واحدة فقط زي ما منلاحظ هنا بهذا المثال. الان إذا صار الإضافة أو تهاجمت من الكربوني الثاني تشكلت رابطة على كربوني رقم اثنين راح يصير في عندي هون بدال CHCH2 راح تروح الدبل بونت والCH2 اللي موجود هون راح تصير عبارة عن CH2 كاربوكتيون فبالتالي إذا منلاحظ هاي صار عندي كربوني عليها بوزتف شارج عليها تو هيدروجين و شابكة على كربوني واحدة فهذا هو عبارة عن حسب القاعدة حكينا مسيسة السكندري أكثر استقرارة من السكندري فبالتالي منلاحظ أن هذا الاتجاه بشكل الي سكندري كاربوكتيون وهي أكثر استقرار legislator. إنه واحد بسر من البي ن wp البي ن المفهوم الكاربوكاتيون كتير مهم نحاول نعرف نميز بين الكاربوكاتيون من المال والسكندري والترشري ونعرف مين الاكثر استقرار ومن الاقل استقرار فعلى سبيل المثال ممكن يجيك سؤال بالامتحان يحكي لك و بعدين يحكي لي which one is the most stable and which one is the least stable most stable اكثر استقرار least stable اللي هو اقل استقرار دائما بتطلق اذا كان الكاربوني اللي عليها بوسيطة شارج عليها فقط هيدروجينة واحدة هذا بدلني على انه انا في عندي secondary كاربوكاتيون فبالتالي بهذا المثال في عندي اول واحد اي عندي secondary كاربوكاتيون بالمثال الثاني عندي كاربون عليها CH2 حكي لي اذا بيكون عليها CH2 هذه عبارة عن primary carboكاتيون ففي عندي primary carboكاتيون وعندي اخر واحدة عندي كاربوني اللي عليها البوسيطة شارج اللي هي هاي الكاربوني عامل رابطة رابطتين ثلاثة ما في عليها ولا هيدروجين فبالتالي هذا تيرشري مين اكثرهم استقرار زي ما حكينا حسب القاعدة تيرشري اعلى استقرار والسكندري اعلى استقرار من primary فاكيد هذا C راح يكون most stable structure اذا بنحكي عن least stable structure فاكيد راح يكون عندي اللي هو primary الان نحكي عن chemical equilibrium نحاول نفهم ال equilibrium ونحاول نراجع شوية شغلات اخذناها بكيمية اثنين دائما لما بيكون في عندي اي chemical reaction تعم في عندي اللي هو مساهمين هذولة اللي بديني انه reaction بيمشي بالاتجاهين وحال رفنا انه دائما هذا الاشي بديني انه انا في عندي اتزان وهذا الاشي من مثله بثابة الاتزان او اللي هو الاقليبريم constant واللي هو بيساوي اللي هو حاصل ضرب اللي هي الconcentrations تاعت الproduct طبعا مرفوعا للفاكتور اللي بيكون موجود لهذه الproducts تقسيم اللي هما reactants مرفوعين لهذه القوى تاعت او الفاكتور اللي بتكون قبل الreactants حكي انا بكيمية اثنين لما بيكون في عندي k الاقليبريم constant اكبر من واحد فهذا بديني انه في عندي تركيز عالي من الproducts هذا بديني على انه في عندي product مفضلة عن اللي هي reactants اذا كان عندي k اقل من واحد هذا بديني على انه كمية product قليلة فبالتالي الreaction بيفضل الreaction فضل اللي هو starting material او اللي هو reactants الان اي chemical reaction اما بيكون هذا chemical reaction favorable او بيكون unfavorable يعني بيكون مفضل او غير مفضل طيب كيف منحدد هذا الاشي منحدد هذا الاشي عن طريق اللي هي الانثال بي اذا كان في عندي product الناتج طاقته اقل من المواد المتفاعله نلاحظ انه بيكون في عندي negative delta h هذا اللي هو سميناه exothermic reaction فدائما لما يكون عندي نواتج اكثر استقرار من reactants وبيتكون بهاي الحالة الاكوليبريام constant اكبر من واحد طبعا العكس صحيح اذا كان في عندي chemical reaction product اقل استقرار من reactants بيكون عندي delta h positive وبيكون عندي الاكوليبريام constant اقل من واحد فمنلاحظ على سبيل المثال اللي هو الادشن reaction للالكينز تعم للحب الالكينز اللي حكينا عنهم اللي هم الان اللي هو هذا الرياكشن delta h negative فالاكوليبريام constant اقل من واحد وبتفضل دائما اللي هي product عن reactants هذا الرياكشن exothermic بينما هذا الرياكشن بيكون endothermic وهذا الرياكشن حكينا عنه لما كنا نحكي عن اللي هو substitution reaction بحالة الالكين لما حكينا بيتشكل عندي اللي هو radical وحكينا عشان يصير هذا الرياكشن لازم نعطي نازم نعطي light بالتالي هذا بيدني على انه الرياكشن بده اكتيفيتر بده اشي حتى يصير بده طاقة عشان هي كده هي delta h قيمتها positive الان اي chemical reaction بده يمر بما يسمى بالانيرجي دياغرام الانيرجي دياغرام هو بيمثل لي الكون او كيف يمشي الرياكشن as a function of energy بمعنى اخر بيكون انا دائما في عندي الرياكتنس اللي هم طاقة معينة الرياكتنس زي على سبيل المثال اللي هو الادشن بحالتنا بده يتشكل عندي اول اشي اللي هي الترانزيشن ستايت وحكينا الترانزيشن ستايت انه بتيجي الدبل بوند اللي موجودة بالالكين بتروح تهاجم الجزء اللي عليه partial positive charge اللي هو بهاي الحالة الهايدوجين فبتشكل عندي اللي هي الترانزيشن ستايت قيمة الارتفاع في الانيرجي من هون لهون هذا اللي كنا نسميه بالاكيفيشن انيرجي بالاكيفيشن انيرجي وهي الطاقة اللي بتلزمني حتى انه يصير في عندي التفاعل الان بعد ما يصير في عندي الترانزيشن ستايت هاي بده يتشكل عندي انترميديات وحكينا الانترميديات بهاي الحالة اللي هو التشكل الكاربوكاتيون الان بعد ما يتشكل عندي الكاربوكاتيون حكينا البر مينس او الجزء المتبقل عليه شحن سالبي بده يروح يهاجم ال positive charge فبتشكل عندي الترانزيشن ستايت طبعا دائما ترانزيشن ستايت بيكون شكلها زي الماقبع يعني بتكون حالة وسطية من reactance والproduct الان في عندي صارت الترانزيشن الثنين وعندي activation energy للترانزيشن ستايت اللي هي الفرق من الانترميديات هون للترانزيشن ستايت وبعدها الرياكشن بيكمل حتى يعطيني اللي هو الناتج وبالتالي بيكون المحصلة تاعت الدلتا اتش نيكاتيب فبالتالي هذا الرياكشن في عندي two transition state هذا مسميه energy diagram الاول transition state لما بتهاجم الدبل بومت اللي هي الهايدروجين والثاني transition state لما بتشكل عندي كاربوكتيون وبتيجي البي ار بتهاجم الكاربوكتيون هذا حتى تشكل مع اللي هي رابطة فبالتالي حكينا اللي هو الرياكشن هذا بيكون عبارة عن دلتا اتش لالو نيكاتيب لانه البرودكت طاقتهم اقل من طاقت الرياكشن نعرف دائما انه التفاعلات اللي بتكون الاختيفاشن انيرجي لالها اقل هي اللي بتتم و بتكون مفضلة و بتتم بشكل اسرع اذا منقارني الان اللي هي ماركوف سنوك نيكوف سرول حكينا انه انا في عندي خيارين اما يتشكل عندي primary كاربوكتيون او تشكل عندي secondary كاربوكتيون ومنلاحظ انه بحالة secondary كاربوكتيون هي الاختيفاشن انيرجي اقل من اللي هي الاختيفاشن انيرجي اللي بتلزمني عشان اللي هو يكون في عندي الناتج primary كاربوكتيون كاربوكتيون اللي هي عكس الماركوف سنوكوف سرول فبالتالي هذا بيدلني انه تطبيق الماركوف سنوكوف سرول يعطيني اكتيفاشن انيرجي اقل الان نستكمل حديثنا عن الرياكشنز للالكينز وهنا بنحكي عن الهايدروبوريشن اوف الكين وهنا بننتبه على شغلة كثير مهمة وبتخص اللي هو الهايدروجين او اله بي ثي اله بي ثي طبعا مجبه نرجع على الجدول الدوري و منقارن بين الالكترونيغتيفتي With hydrogen and boron ومنتشف انه الحالات القليلة اللي بيكون في عندي ذره الالكترونيغتيفتي دعيتها اقل من الهايدروجين دائما اي اشي مع الهايدروجين يكون نحكي بيكون الالكترونيغتيفتي تاعته اعلى فبالتالي بيكون ساحب الالكترونات وهي بيكون عليها باستر شارج لكن بحالة البورن اللي هي البي عندي البورن الالكترونية بتاعتها اقل من الهايدروجن فبالتالي الهايدروجن هي اللي راح تسحب الالكترونات ويكون عليها اللي هي البارشل نيكتف والبورن هي اللي هي اللي هي البارشل البارشل بوزيتف الان اذا بدنا نطبق اللي هي قاعدة ماركوف سنيكوف سرول حكينا بقاعدة ماركوف سنيكوف سرول الاشي اللي بيكون عليه بوزيتف هو اللي بتم اضافته على الهايدروجين على الكربون اللي عليها هيدروجنات اكثر فمنلاحظ هون انه الاشي اللي عليه بوزيتف شارج مش الهايدروجن هو البورن فبالتالي راح تتم اضافة البورن على الـ CH2 وحيتم اضافة الكاربون على الهايدروجن على الكربون اللي في عليها هيدروجين اقل فهاي ممكن انه انت تسميها Anti-Markov-Snikov's Rule بمعنى اخر احنا بنمشي عكس قاعدة Markov-Snikov's Rule الهايدروجين هيتم اضافتها على الكربون اللي فيها هايدروجين اقل وليس الكربون اللي عليه هايدروجين اكثر وهدي فقط بس بحالة يكون في عندي Boron Hydrogen Boron Hydrogen Bond تعم? Boron Hydrogen Bond فقط لا غير هاي هي الحالة الوحيدة فبالتالي لما بفعل الكين زي البروبين مع PH3 لما اشوف دائما PH3 بعرف انه انا لازم امشي عكس القاعدة بمعنى اخر الهايدروجين رح تروح على الكربونة مش اللي عليها عدد اكبر لح تروح على الهايدروجين اللي عليها عدد عدد اللي هو اقل والجزء المتبقي اللي هو بيكون PH2 بده تم اضافته على الكربون الثاني لكن هذا الرياكشن دائما بتم باني افاعل 3 مول من الالكين مع 1 مول من PH3 فبالتالي بيكون عندي الناتج انه اشبك البورون دام ? على اللي هم على الـCH2 وبهاي الحالة اللي بتكون موجودة هون سوف تحول لـCH لـCH2 هذا البرودكت ما بتشكل هذا البرودكت صعب انه ينفصل فبالتالي مباشرة هذا الرياكشن اذا بتعطيه هيدروجين بروكسايد H2O2 وجود سوديوم هيدروكسايد بيروح بيكمل بيكسر هنا مكان البورن وبيضيف OH فمنلاحظ اني حصلت على الكوهول من الالكين ولكن رح نلاحظ شغلة كثير مهمة انه احنا حكينا لما كنا نفعل هذا الالكين مع H2O بوجود الاسد بهاي الحالي كنا نطبق لي قاعدة ماركوف سيكوف سرول فكنا نحط الهيدروجين على CH2 والOH على CH فيكون عندي هذا هو ايش الناتج الان مع الPH3 حكينا دائما لما شوف PH3 وبيكون حطت لي H2O وOH- بدي عارف انه انا رح امشي عكس قاعدة اللي هي الماركوف سيكوف سرول فبالتالي رح اضيف دائما دائما هذا الميكستر حيضيف H2O ولكن عكس الطريقة اللي كنا نضيف فيها هون فبالتالي الهيدروجين ما رح اضيفه على الكربون اللي عليها هيدروجينات اكثر لا رح اضيفه على الكربون اللي عليها هيدروجينات اقل حيكون في عندي هون CH2 والOH هتتم اضافته هون فمنلاحظ انه في عندي ناتجين مختلفة اذا كان في عندي مرة تانية H2O دائما منضيف الهيدروجين على دقة الكربون اللي عليها هيدروجين اكتر اذا شفت PH3 بالسؤال بعرف انه انا بدأ امشي عكس القاعدة فبالتالي رح نضيف الهيدروجين على الكربون اللي عليها هيدروجينات اقل وليس العكس فبالتالي بنقدر نحضر ناتجين مختلفات من الالكوحول باستخدام اللي هي مختلفة ناخد مثال لو على سبيل المثال عندي هذا الالكين وبدي افعله مع PH3 وبعد ال PH3 زي ما حكينا نحط عليها او هيدروجين بروكسايد مع OH- مباشرة باجيب اطلع بحكي هذا المكتر هذا الخليط من هذول المركبات رح يضف لي H2O ولكن وين اضيف ال H وين اضيف ال OH بحكي PH3 معناته انا بمشي عكس القاعدة فالهيدروجين رح اتم اضافتها على درة الكربون اللي عليها هيدروجينات اقل واللي هي واضح انها هاي الكربون انه ما في عليها هو هيدروجين فاكيد رح اضيف الهيدروجين هون وال OH رح اضيفها على اللي هي CH2 فبيكون عندي ان هذا هو الناتج طبعا اذا كان في عندي اللي هو العكس كان عندي بدل PH3 كان كاتب لي اللي هو ال H2O مع H بلس منمشي حسب القاعدة الهيدروجين بتيجي هون والOH بتيجي على الكربون اللي عليها هيدروجين اقل وحكينا انه هذا تفسيره اللي هو حسب اللي هي ماركوفس نيكوفس رو تفاعل جديد بسيط رح نحكي على الهيدروجين 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 هذا الرياكشن دائما بالزمني كتاليست من غير الكتاليست ما بيصير وهذا الكتاليست بالعادي بيكون عبارة عن مثل زي النيكل زي البلاتينوم او البلاديوم اللي بيتم بهذا الرياكشن انه زي ما حكينا هنروح نضيف هيدروجين على كل كربونة عنديها H2 فهنضيف هيدروجين على هاي الكربونة وهيدروجين على هاي الكربونة ونشيل اللي هو الدبل بوند فهذا الرياكشن بيحول لي الألكين لالكين بيحول لي الدبل بوند لسنجل بوند طبعا بيكون معنا هاد رياكشن على الفاق الخاص بك مده بمعنى اخر نتخيل انه هذه عبارة عن اللي هو الميتال بيتم اضافة هيدروجين الهايدروجين كانت تشبك على الفاق الخاص بعمل الميتال الان لما اضيف الالكين بيصير في عنده هي عمليه اضافة الهايدروجين فمنلاحظ أن الهايدروجين دائماً مكانهم بالأسفل فبالتالي دائماً بيكون إضافتهم من نفس الاتجاه دائماً بيكون من نفس الاتجاه هذا الإشي مهم لما نكون بنحكي عنه على سبيل المثال زي السايكلوبنتين أو اللي هو واحدين دائماً مثل سايكلوبنتين منلاحظ أنه هنا في عندي CH3CH3 وعندي الدبل بونت حكينا دائماً الإضافة بتتم من نفس الجهة فبالتالي راح أضيف الهايدروجين من الأسفل والهايدروجين من الأسفل فالCH3 بدأ تكون للأعلى والCH3CH3 بدأ تكون للأعلى وهذا اللي هو سمينا السيس سايكلوبنتين حكينا دائماً بالسايكلوبنتين لما يكون عندي اللي هي المجموعات هاي اللي هي الكبيرة موجودة بنفس الاتجاه هذا الإشي اللي منسمي اللي هو السيس فدائماً لما بضيف هايدروجين بوجود مثل زي البلاتينوم أو البلاديوم بيكون عندي الناتج على شكل السيس بضيف الهايدروجينات والناتج دائماً بيكون اللي هو السيس آيزونر نوع آخر من التفاعلات اللي هو منسميه الديلز ألدر رياكشن أو منسميه سايكلو أديشن رياكشن الديلز ألدر رياكشن نسبة إلى اسماء العالمين اللي اكتشفوا هذا الرياكشن بهذا الرياكشن منفاعل دايين دايين يعني سيستم بدي يكون فيه two double points زي ما منلاحظ هون عندي double point single point double point فهذا فيه two double points سميناه دايين هذا المركب اسمه واحد ثلاثة بيوتا دايين لأنه واحد اثنين ثلاثة فمكان الدبل بونس على واحد وثلاث وبيوتا لأنه في عندي أربع ذرات من الكاربون ودايين لأنه في عندي يحكينا اللي هو two double points هذا منفاعله مع الكين عادي هذا منسميه دايين وهذا منسميه دايينو فايل بمعنى آخر اشي بحب الدايين فبالتالي بهذا الرياكشن بكل بساطة بصير في عندي cyclization بتشكل عندي ناتج اشي على شكل cyclic عن طريق rearrangement of points كيف يعني rearrangement هنمسك البوند اللي حتكون موجود عندي هون اللي هي الرابطة ال buy اللي هي جاية من double bond نشبكها هون الدبل بوند اللي هون رح تنتقل لهذا المكان والدبل بوند اللي حتكون هون رح تيجي تشبك هون فبالتالي رح يصير في عندي اللي هي cyclic ring هاي منلاحظ انه تشكل عندي اللي هي هاي الرابطة جديدة هاي الرابطة جديدة وكان في عندي أنا double bond هون انتقلت للمكان المكان هذا فدائما دائما بهذا النوع من التفاعلات دائما بتطلع وين في عندي الكين وين في عندي دايين اللي هو فيه two double points وبعمل rearrangement بمعنى آخر يعني هون بهذا المثال بدي اروح اشكل رابطة جديدة هون واشكل رابطة جديدة هون اشيل الدبل بوند وخليها تسير بهذا المكان بالوسط كذلك العمر اذا كان في عندي حتى system كبير زي هذا تام؟ انا بس بتطلع بهمني اللي هي الدبل بوند اللي هي موجودة عندي هون هاي الدبل بوند زي ما حكينا رح تيجي تشبك هون هاي رح تتحرك هاي رح تيجي تشكل رابطة مع الكربوني تاعت الدبل بوند فبالتالي هيكون عندي هذا هو الناتج دائما بيكون الناتج انه بتحدو هذولة جزائتين وبتشكل عندي مركب واحد على شكل على شكل الحلقة او على شكل اللي هو cyclic cyclic compound التفاعل او من التفاعلات الاخيرة رح نكعلها اللي هو الاوكسيديشن لالالكين ودائما كلمة اوكسيديشن تعني انه يتم عندي اضافة اوكسيجن على المركب الموجود عندي بالاوكسيديشن رح نستخدم على سبيل مثال البرمانغنيت زي اللي هو بوتاسيوم بيرمانغنيت كي ام ان او فور هذا معروف كاوكسيديزنج ايجنت لونه بيربل او اللي هو باللون اللي يظهر عندنا هنا بالصورة هذا لما منفعله مع الكين بيحول لي الالكين لالكوحول بيتم اضافة او اتش على درتين الكاربول اللي بيشكله الدبل بوند فبالتالي بيطلع عندي هذا المركب هذا المركب اسمه glycol كذلك الامر بتشكل عندي اللي هو ام ان او تو هذا الام ان او تو بتشكل على شكل براون بريسيبيتات يعني بيطلع عندي لون لون بني اذا هذا النوع من انواع الرياكشن الوكسيديشن تم برضو ممكن اني استخدمه حتى اكشف على انه وجود الدبل بوند فاذا فعلت الدبل بوند او الالكين زي التجربة اللي حنشتغلها باللاب اللي هي الديهايدريشن او الالكوحول راح تشكل عندي الكين عشان اكشف انه فعلا صار في عندي الكين بفعله مع كي ام ان او فور اذا بتغير اللون من البربل لبراون بعرف انه انا في عندي دبل بوند فهذا الرياكشن دائما لما تشوف كي ام ان او فور اعرق انه راح اشيل الدبل بوند وتم اضافة هايدروكسيلي جروب على طرفين الدبل بوند النوع الاخير اللي هو الاوزوناليسيز الاوزوناليسيز يقصد فيها انه افعله مع اللي هو او ثري او اللي هو الاوزون بهاي الحالة بدي يكون في عندي زينك و اتش بلاس بكل بساطة عشان نفهم هذا الرياكشن اكسر الدبل بوند هاي اللي موجود عندي هون اضيف على اطراف الدبل بوند لكل واحدة فيهم اوكسجن فبالتالي انا ممكن اجي اكسر في هذا المكان وتم اضافة زي ما حكيت اوكسجن اكسر بهذا الشكل بعد ما اكسر بهذا الشكل راح صفي في عندي دبل بوند اوكسجن والمركب التاني هيكون في عندي اللي هو دبل بوند راح احط مكانها اوكسجن فبكل بساطة هذا هو الاوزوناليسيز زي ما منلاحظ هون نفس الشي لما اشوف اوزون اللي هي اوثري بنقسم هذا جزء ومنضيف على كل طرف اوكسجن اوكسجن طبعا لما بيكون في عندي كاربون كاربون تريبل بوند اللي هو الالكين سبقوا حكينا انه اول شي الهايبريديزيزيشن لذرة الكاربون هاي بتكون عبارة عن اس بي طبعا دايما عشان تعرف الهايبريديزيزيشن لأي ذرة عد عدد المجموعات اللي بتكون حواليها تعم وبعدين دائما بدك اس اوربيتل وبتكمل العدد حسب المجموعات اللي عندك من البي اوربيتل فانا هون مثلا عندي اعهاي الكاربون اذا بتعرف شو الهايبريديزيشن عندي مجموعة اللي هي الهايدروجين وعندي هذا جزء عبارة عن مجموعة ثاني ففي عندي مجموعتين فبالتالي بدي تو اوربيتلز الاوربيتلز اللي هيكون موجودين عندي هما بدي واحد دائما من الاس دائما ثابت فبتبقى لي واحد من ال 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 طبعا بحالة الألكين ما في عندي السيس وترانس آيزومرس الشكل دائما بيكون عبارة عن لينير الزاوية 180 والتريبل بوند الدستانس بين الكاربون كاربون اللي هي بنسميها بوند دستانس بتكون أقصر من الدبل بوند وأقصر من السنجل من السنجل بوند طبعا الثلاثة بوند الموجودين عندي هون هيكون في عندي اللي هي وان سيجما بوند انتو باي باي بوند اللي هما بتشكلوا لما بيكون في عندي اللي هما بير بنتيكولار بي أوربتالز زي ما حكينا الهايبريتيزاتيشن عبارة عن S b تلزمني one أوربتال من الأس وone أوربتال من البي فالهايبريديزاتيشن S S b الألكينز بيتفعلوا بنفس الطريقة أو الألكينز بتفعلوا بنفس الطريقة بتاعة الألكينز بمعنى آخر إذا كان في عندي الألكين زي ال thyme كاربون كاربون تريبل بوند وبفعلوا مع بي آر 2 سيتم إضافة بي آر بي آر على كل واحدة من الكاربون والتريبل بوند بتصير بدل ما كانت تريبل بوند بتصير عندي اللي هي دابل بوند طبعاً دائماً بتكون الإضافة على شكل الترانس دائماً من حاولي كل مجموعات لنظيفهم أبعد ما يكون عن بعض طبعاً ترانس و سيفس كيف حكينا من ميز بناتهم فحكينا دائماً أوشي بقسم الجزء هذا لنصفين أتأكد إنه الكاربوني كل كاربوني على اليمين اللي صار عليها مجموعات مختلفة باخد المجموعة الأكبر من هالجهة المجموعة الأكبر من هالجهة لما بيكونوا عكس بعض تام بيكون في عندي ترانس لما يكونوا على نفس الجهة بيكون في عندي سس فدائماً إذا أعطاك هذا الرياكشن لازم ترسمه على شكل ترانس الآن تشكل عندي الكين إذا بضيف عليه بي آر 2 مرة تانية هيروح حولي لألكين وتم إضافة البي آر على كل واحدة من الكاربوني الآن عندي اللي هي الادشين أوف هايدروجين الكام والادشين أوف هايدروجين زي ما حكينا اللي هي أنه دائماً بحتاج اللي هو كاتاليست زي زي البلادييوم أو ما يطلق عليه باللندلرس كاتاليست طبعاً لندلرس كاتاليست عبارة عن بلادييوم كاتاليست وبتم في إضافة واحد مول من الهايدروجين بتم إضافة واحد مول من الـ H2 فهروح نضيف هايدروجينة هون وراح نروح نضيف هايدروجينة هون وحكينا دائماً بتم إضافة الهايدروجين من نفس الاتجاه لما بيكون في عندي كاتاليست فالتالي سيكون في عندي الناتج اللي هو السس زي ما منلاحظ في عندي CH3 وCH3 هذولا جايين بنفس الاتجاه فبالتالي بدي يكون في عندي اللي هو السس فبيحول لي هذا اللندلرس كاتاليست ممكن يكون كاتب لي على الرياكشن اللندلرس كاتاليست أو اللي هو بلادييوم بيحول لي الالكاين لالكين الالكاين لالكين طبعاً إذا كان في عندي بدال اللي هي اللندلرس كان في عندي اللي هو بلاديم أو اللي هوا بلاديم اللي هو بيتي راح يكمل ويحول لي اللي هو الالكين لألكاين ولكن إذا كان في عندي اللندلرس كاتاليست بس منحول من الكين لالكين منضيف الهايدروجن بنفس الاتجاه فالناتج بيكون على شكل سيس الكين بيكون على شكل سيس الكين فعن كذلك الأمر إنه نفعله مع الأست بنفس الأسلوب نطبق قاعدة مانكوف سنيكوف سوروال الهايدروجن بده يتم إضافتها على درة الكربون اللي عليها هايدروجن أكثر والجزء المتبقي بده يتم إضافته على اللي هي الكربوني اللي عليها هايدروجن أقل ومنحول التريبل بوند لا اللي هي الدابل بوند فبيكون عندي هذا هو الناتج إذا عملنا هاي الستيب مرتين بمعنى آخر رحت كمان نضفت كمان مول من الـ HPR فبالتالي هادا الرياكسن سبق وحكينا عنه كيف نحول الألكين بدنا نروح نضيف الهايدروجين مرة تانية على الكربون اللي فيها هيدروجين أكثر ونضيف الـ PR على الكربون اللي عليها هيدروجينات أقل فبالتالي هذا بدي يكون عندي هو الناتج اللي اسمه 2-2-dipromopropane hydration أو addition of water من نفس الأسلوب لما بدي أضيف H2O بوجود الـ HGSO4 بتم إضافة الهايدروجين حسب الماركوف سنيكوف سرول الهايدروجين بتم إضافتها على الهايدروجين اللي بيكون على الكربون اللي عليها هيدروجين أكثر والجزء المتبقي اللي هو الـ OH على الكربون التاني فبدو يتشكل عندي هذا المركب اللي هو إينول بسموه لكن هذا الإينول بتحول مباشرة لكيتون بمعنى آخر بتنتقل الدبل بوند للأكسجن والهايدروجينة بتنتقل للكربون الموجودة الموجودة عندي آخر تفاعل اللي هو تفاعل الالكينز مع اللي هو صوديوم ايمايد طبعا الالكينز هذه الهايدروجين اللي بتكون موجود على التريبل بوند تعتبر بمعنى آخر بتتصرف زي الأسد بإمكاني أقصر هاي الهايدروجين فبهذا الرياكشن بتتحد الهايدروجين بتيجي الـ NH2 كقاعدة قوية بتسحب الهايدروجين وبشبك الصوديوم مكان الهايدروجين فبتشكل عندي هذا الناتج بالإضافة الـ NH3 هذا كل شيء للشابتر رقم ثلاث